لكل الشباب والصبايا بالمملكة بعمان وكافة المحافظات إذا عندكم روح الريادة وحابين تعملوا عمل خاص لكم وتربحوا منه مصاري لازم تسجلوا لبرنامجنا الجديد راسب طاقية واللي هو الموسم الثالث رح نتعرف أكتر على البرنامج وكيف بتأدموله شو فكرة البرنامج مع يزيد أبو الفيلاتي رح أقدم البرنامج أهلا وسهلا يزيد أهلا وسهلا كيف حالك؟ استقناكم كتير رمضة وداما أنت هيك شاطر وبكل حماس بتشتغل وهلا رح تعملوا الموسم الثالث من برنامج راسب طاقية احكي لنا أكتر عن فكرة البرنامج البرنامج إن شاء الله زي ما تفضلتي رح يكون الموسم الثالث ولكن رح يكون بنسخة جديدة مختلفة بجوز عن المواسم القديمة اللي شفناها وعن معانا بوتناش فور كود شركاءنا في هذا البرنامج أو في هذا العمل البرنامج بيعطي فرصة للشباب اللي عندهم الانتربونو سكلز عندهم القيادة عندهم روح القيادة عندهم روح العمل اللي بديشتغل اللي بحب التحدي إنه يكون جزء من هالبرنامج بكل بساطة بنعطى مبلغ مادي معين أول شي بدكم تختاروا سوري 12 فريق ولازم كل ناس يجمعوا حالهم يكونوا منيموم ثلاثة صحيح صحيح ثلاثة ماكسيموم يعني شخصين أو ثلاثة مش هيك بديش هاي النقطة أكون حساس فيها بس هو كل فريق ثلاثة أشخاص ثلاثة أشخاص بيجوا بيبدو تنشر فريق ماش بنتحوا بفريق واحد بصير كل حلقة فريقين بتباردوا ضد بعض بيعطوا نفس المبلغ وبنتلقوا البداية بتعطوهم مصاري يس ومش كل فريق على سبيل المثال فريق عمان ما بلعب بعمان آكي شو اللعبة؟ فريق الكرق ما بلعب بالكرق بلعب بعمان شو اللعبة؟ هي روح دبر حالك هاي انت رح تنعطى هذا المبلغ لمدة يوم كامل استثمروا هذا المبلغ فعشان هيك بيقولك هو أبدا مش سهل فاللي بدو يكون بالبرنامج بدو يكون قد حاله لأنه هلأيام احنا كل اياتنا بنعرف يعني مسهل واحد يعمل مصاري بالعكس انت بتاخد جزء مبلغ معين تطلع برجع ناقص ما برجعش عليه يعني هلأ هم عليهم يكون عندهم فكرة أو يخلق فكرة كيف يأخذوا المصاري اللي انتوا أعطيطوهم ياهم شو يعملوا هل هي سلع يبيعوها أو يعملوا منها خدمة يقبضوا عليها مصاري هم وش طارتهم؟ مية بالمية مية بالمية أوكي وقدة معهم يوم يعني منيحكي عن 8 ساعات تقريبا حتى أوكي ففكرة كثير حلوة فكرة رهيبة جدا وهاي شغلة ضروري كل اياتنا حتى نبحث سواء برنامج أو مش برنامج نشتغل عليها نتعلمها نتعلمها يعني أنا مبسوط جدا اني جزء من هذا البرنامج وحابب اني أنا فيه ليش لأنه أنا من الاشخاص اللي كنت أشتغل زمان وانا بدرس وكنت أعمل بزنس من لا شيء مرات أجيب اشياء أبيحة أعمل أسوي فهذا ما تخيلي قد يفيدك بالحياة العملية ولقدام لما الواحد يكبر فكل الناس لازم تعمل هذا التحدي مع نفسها سواء بالبرنامج براسط طاقيق أو بغيره هلأ هم بتباروا بتبارشوا بـ 12 ستة وبعدين في المرحلة الثانية ستة أفريقا بصيروا ستة هلأ اللي بيعمل مصاري أكتر بيضل بيضل واللي ما بيعفد برحاله للأسف بتطالبوه بالمصاري يرجعهم بيضو زيادة عليهم فوق لا عشان ما نخوصهم بتطالبوه لا ما أعطوها لا 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 إذن صاروا ستة فراق هلأ هون الستة بيكونوا خلص يعني تبلورت عندهم شو فكرة البزنس أو الشغل اللي عم بيعملوه بيكون هون في منترز في ستة مدربين معهم بوجوههم ما عندي أسماء هلأ فما بقدر أحكي هضردون يكونوا رجال وسيدات أعمال بفهموا بالإنتر بنوشيب بريادة الأعمال وبالبزنس يساعدوا الأفريقا هدو ليوجوههم يساعدوهم حلو إن أكشن وبالنهاية رح يضل عندنا في ثلاث أفريقا رح يكون في عندنا فريق واحد فايز طبعا رح يكون فيه برضو في عندنا الججز ثلاث حكام برضو الأسامي مش نهائية فما بقدر رحكي إذا إيش هم مين هم الأسامي وفي جائزة فخمة جدا 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 برضو مش مصرح لي حلو حلو طبعا لا أكيد مية بالمية رح يطلع على الهوى بنص تسعة إن شاء الله بنص تسعة إن شاء الله بهاي دورة فمن هون نص تسعة انتوا رح تاخدوا الطلبات صفوهم وتصوروا البرنامج طيب هلأ من السيزن أو الموسم الأول والموسم الثاني شو كانت انطباعاتك انطباعاتي جميلة جدا برجع بحكي لك إنه البرنامج بيعطي فرصة حلوة للشباب ويا ريت بيقدر يعطي فرصة لـ 200 صح صح نستعرف إحنا البرامج صعب مرات السكوب طبعا حا يكبر كبير وياخد عدد كبير زي هيك فانطباعي جميل جدا كان قاعدنا مع فريق الإعداد بنا نمسي عليهم بالخير ونمسي عليهم بالصبح وين خير لسه أشرف أبو الخير هو البرودوسر وفي زميلنا الفخم كمان أتوقع كل ياتنا هون نعرف ونحبه بسفرة حاحلة رح يكون مخرج فمتحمسين لهذا الموسم بديو يكون موسم حلو إن شاء الله بديو يكون رح يكون كتير غير رندع موسم الأول والثاني تطور طبعا أفضل أحلى بكل النواحي مش بس خليني أحكي نواحي فنية برضو حتى بالمحتوى كيف التنفيذ تبعه رح يكون أفضل بكتير إن شاء الله وبعدين رح تصوروا بكل محافظات المملكة بديش أحكي الكل حسب من وين المتسابقين بالضبط بس هو أتوقع يعني المين اللي هو عمان الكرك إربد العقبة والجرش وأنتو بتشجعوا الشباب والصبايا من كل المحافظات يقدموا طبعا طبعا طيب هلأ في عمر محدد للتقديم بدنا نركز على فئة الشباب أكيد أكيد شباب يعني من 18 وطالع بيزبط ما بدي أعطي رخم معين لنشو تأكد من هاي المعلومة فما بدي أعطي رخم غلط على الفيزيون بس هو يعني يقدموا يجي للشباب ويقدموا والتفاصيل كلها موجودة على المواقع التواصل الشماعي فيسبوك وإنستغرام يدخلوا أكيد بي يدخلوا على مواقع رؤيا يقدموا أونلاين لبرنامج راس الطاقية يعني لازم أنا أشجع عن جد كل اللي عم بيحضرونا شباب وصبايا لأنه إحنا كيف نعمل مصاري ما حدا بتعلمه بالمدرسة معنا من أهم المهارات اللي لازم الناس تتعلمها زائد كيف أقدم الخدمة بأسلوب مهني أسلوب فيه توجه إيجابي أتحمل مسؤولية أفعالي هاي أساسيات التيمورك، التيم سبيرت عمل الفريق عمل الفريق التحديات اللي راح تواجههم هو ما راح يروح يحيلاقي كل شيء مفروض ده هيك على الأبصاد جميل راح يكون فيه تحديات لازم يكون فيه كريتكال تينكينج هذا الشخص عنده رأي معين وهذا الشخص عنده رأي معين طب مين بدنا ناخد رأي مين فهاي كلياتها كتير بتعلم المهارات هاي مهمة جدا وزي ما حكيت لك رندا ضروري زي ما تفضلتي بجوز هذا الاشي ما هم بتعلموا المدرسة هو كتير مهم يلا تعالوا هلا تعلموه بالزبط وداما بحكي للشباب حتى لو الحمد لله أموركم تمام بالبيت وكل شيء منيح اشتغل وتعلم لأن الخبرة اللي راح تاخدها وانت عم تدرسها والخبرة الشول هي جدا مهمة لا تقل عن أهمية الشهادة والخبرة اللي بتاخدها بالجامعة أو المدرسة 100% أصلا دائما انت بتلاحظ الطلاب اللي بيكونوا بدرسوا وبشتغلوا شخصيتكم كتير أنضج وهقوى من اللي بس بدرس صح بعدين ما يتخرج من الجامعة هو الريدي سابق سابق الجيل اللي راح يتخرج معه بهذاك اليوم راح يتخرج مع عشرين ألف طالب من دفعته هو أفضل منهم بالخبرة اللي عنده ولي اكتسبه نعم نعم ودائما ان احنا شبابنا وصبيانا سباقين بالمبادرات وفعل الخير بدون مقابل هاي المرة راح يوظفوا فعل الخير والمساعدة بس بتكم طالما تجيبوا المصاري نعم مهمة شكرا يا سيد أبو الميلات شكرا لكل زملائي مندعو كل الشباب والصبايا من كافة محافظات المملكة اتشاركوا إذا بتحبوا تشاركوا إذا عندكم فكرة ريادية وتحبوا تعملوا مصاري اتشاركوا ببرنامج راسب طاقية على مواقع رؤيا.TV تبعتوا الاستبيان طلب المشاركة وإن شاء الله بتكونوا من الفائزين إذا عندكم روح قيادية وروح ريادية ترجمة نانسي قنقر